طيب فيه أسباب لموضوع الخرص الزواجي ده آه طبعا فيه أسباب من ضمن الأسباب أول حاجة التنشئة ممكن يكون هو أصلا ناشئ في بيئة وهي ناشئة في بيئة ما فيهاش كلام الأب والأم والمورثات اللي جابوها أو العادات والتقاليد اللي كانت في العيلة ما فيش عيلة ما بتتكلمش عيلة كلامها على قد كده تقولك ده أنا بطلع كلام من قلب كده من ولسان زوجي بالعافية ده أخد منه كده المعلومة يقسمها لي كده وأقعد بالساعة عشان يقول لي حاجة حصلت في خمس دقائق نابيتكلمش يا معظم الرجالة كلامها أولايل بس عشانه بقى فاهمين معظم الرجالة فعلا كلامها أولايل وكلمة على قد غطى والنتيجة عملت ايه اتنين راح وفرح الأخ وأخته الأخ عملت ايه الأب بيس الله كويس كويس آه كويس عملته ايه عنكلنا وجينا وشوفنا الرسالة خلصت حكا له الفرح مع البنت بقى يه تعالي يمه ومحكي لك واشوفك والعروسة ولا صاحباتها ولا جات وشوفت ولاد خلصتها كانوا لابسين ايه ولكنوا قاعدين تفاصيل 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 دي ممكن تخجنن الزوج الراجل لا مش عايز تفاصيل تحكي ايه هحكي لك بقى النهاردة يومي كان عامل ازاي طب احكي وبعدين سحيت ودخلت من القوضة للقوضة التانية وبعدين في الصالون معرفش لا 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 ما تحكيش كده هيه ايه المهم اللي حصل يعني وهي عايزة تحكي بالتفاصيل عادة عادة اللي بيشتكي من الخرص الزواجي هي الزوج بتقولك خلاص ما بقاش في بيننا كلام وعادة اللي بقاش حاسس قوي الزوج يعني راحة الدنيا هوش سهدوش راح راح نرتاح شوية وزي ما عشان نفهم برضو قالية عمل مخ الرجل وقالية عمل مخ الست لازم نفهم ده متقسم ازاي وده متقسم ازاي قلنا الراجل ميخه سناديق 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 كل صندوق منفصل تماما عن الصندوق التاني باكس المرأة والسناديق ده سلوك ملمسة ببعض كهرباء على مية على تليفون على كل حاجة كلها ملمسة ببعض تقول لها اي حاجة السلوك كلها بتتكلم في كل حاجة وفي اي حاجة وفي وقت واحد وبسرعة ومش عارف ايه وجيبة عندها القدرة على كده يا ربنا خليقة كده عشان تعرف تعمل مع الاولاد عائل واثنين وثلاثة وبيتكلموا والبيت والزوق والاولاد والغسل بتعرف كده لكن الزوق هو مركز بتكلمه في شغل وبقى في شغل تيجي زوجته تتصل عليه هو في الشغل يا سلام افلي مش دلوقتي هو في خزانة تاني هو في صندوق تاني طب ما عايزين ماشي بعتي ماشي هرد طيب ويقفل هو في صندوق دلوقتي معي لما تيجي علشان اطلعه لصندوق تاني عنده صندوق خلاجة البيت اه محدد في البيت الشغل متكلمينيش عالشغل لا الا ازا كان هو عايز الكلام وده من زكاء التعامل على فكرة تيجي مثلا زوجة مثلا صندوق تالت مثلا وانا صندوق فاضي تماما وبيبقى محتاجين كده اسمه الكهف بتاع الرابط دخل الكهف تيجي الزوجة اعداله على باب الكهف اعدالك والله انا متطلع اعدالك سكت ليه انت في ايه عملت ايه كلمتي مين شافت بتفكر في واحدة غيري طب ومين ما ردتش ليه طب حصل ايه لا لا ما خب حاجة والله ما خب حاجة انا عارف وكذا وكذا ولحقوني وسويت وتنادي اهلها وتنادي اهله وتحكمون وفيش حاجة الرجل في كافه عايزة تخش جوه السندوق فجأة ستة طلعه هو اصلا ده اللعي هو فاضي قاعد كده تراوه لا بيفكر ولا بيعمل هادي ساكت فاضي فاضي يقلب في الرموتات يقلب في القنوات يستطس ايه يعمل ايه حاجة هو مش مركز ومش بالحاجة اصلا اللي بيقلب فيه هو في السندوق الفاطئ وهي مصر وتفضل تشد تشد يعني انت طول ما هتشد لأسك هيلسعك طول ما هتشد ويتساب هيلسعك تصبر الحد على فكرة دعمي بس كلمتين اتنين دعم على فكرة منين ما تحس انك عايز تتكلم وكذا بتاعنا موجود اعمل لك حاجة تشربها كذا براحتك سلام بس يبقى هو خد اه دعمني وحسة كذا لما اجي اتكلم لكن عادة زي ما بقول لكم اللي بيشتكي المرأة بتحب تتكلم كتير وتشرح وزي ما قلتلكم ادق التفاصيل وراجل يحب عن نتائج على طول عشان هتقول لك اسمعني ما بيسمعني ما دي مشكلة العصر اسمعني طب يا بني هربي ادعالها يا فأب انا عندي الشركة بتعمل وعندي كذا وجايبين عليها غرامات بالالوفات وكذا وكذا وانت بتتكلمي في ايه بتتكلمي في ايه العروسة بتاعتك مش لقيها ايه اللي مش عارفة ايه في مفاتيحي امك جات ايه اللي بتقوليه يا نقبة هتسجن دلوقتي بتعملي انت ايه دي هاي وزعلت ازاي بقولك كذا امك قالتلي كذا وانت عملت وش عاوضي اختك جات واتصت وانت با هو بالنسبة له اللي هي بتقوله ده يا فأب